السلام عليكم يا خامس اليوم إن شاء الله سنبدأ بدرسنا الجديد اللي هو المسك المسك اللي هو العطور نوع من أنواع العطور القيمة ذات القيمة الباهضة غالية الثمن اليوم سنتعرف أكثر في درسنا أو من خلال درسنا عن ما هو المسك ومن أين يستخرج نبدأ بقراءة الدرس المسكو المسك اسم لطيب من الأطياب القيمة ذكر في القرآن الكريم قال تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم ومصدر المسك الغزال وليس كل غزال ينتج المسك وإنما الذي ينتجه إيل يعرف بإيل المسك شعره بني رمادي طويل وإيل المسك هو خواف يسعى إلى طلب طعامه ليلا وهو سريع الهرب ولهذا لا يجد الصيادون إلا نصب المصائد سبيلا للوصول إليه يتجمع المسك في بطن هذا الإيل في كيس بحجم البرتقالة والذكور من إيل المسك هي وحدها مصدر المسك وبعد الصياد الإي للذكر يستأصل هذا الكيس ثم يجفف في الشمس أو يغطص في زيت ساخن والمسك الجيد مادة جافة قاتمة اللون أرجوانية ملساء مرة المضاق والمركز منه له رائحة غير مستساغة ولكنه إذا خفف طاب وأمتع واستعمل عندئذ في الروائح العطرية وهناك حيوانات نسبت إلى المسك مع أنه لا يستخرج منها مثل ثور المسك وسمي بذلك للرائحة التي تجري في دمه ولا أحد يدري إلى اليوم من أين تأتي هذه الرائحة وليس في جسمه غدد تفرز من دمه مسكا وكذلك فأر المسك وسمي بذلك لأن له غدتين تحت الذيل تفرزان رائحة المسك في سبيل موسوعة علمية الدكتور أحمد زكي بتصرف الآن يا خامس إن شاء الله سنبدأ بقراءة الدرس فقرة فقرة ونبدأ بشرح المعاني والأفكار والتراكي ابقوا معي الآن سنبدأ يا خامس بشرح الدرس الآن نبدأ بالقراءة التفسيرية وخلينا نفسر معاني المفردات الثقل الآتية المسك المسك اسم لطيباً ما معنى كلمة طيب؟ طيب هي طيب طيب هي نوع من أنواع العطور هل هو الطيب من الأطياب القيمة كلمة أطياب هي جمع تكسير القيمة ذات قيمة كبيرة أو غالية الثمن أو غالي المقدار نقول كلمة القيمة معناها ذات قيمة كبيرة أو نقول غالية المقدار نعم نكمل قراءة الدرس ذكر في القرآن الكريم قال تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم ومصدر المسك الغزال وليس كل غزال ينتج المسك وإنما الذي ينتجه إيلون طبعا الإيل هو نوع ما معنى كلمة إيل هي إيلون هي نوع من أنواع الغزلان نوع من أنواع الغزلان المنتجة للمسك نعم شعره هنا بدأ يوصف لي بهذا الإيل الذي ينتج المسك شعره بالنيون رمادي طويل وإيل للمسك يقال لي هو يقول لي بأن إيل للمسك خواف ما معنى كلمة خواف بمعنى شديد الخوف خواف صيغة مبالغة على وزن فعال وهي شديد الخوف معناها شديد الخوف هذا الإيل شديد الخوف بخاف كتير لذلك يسعى إلى طلب طعامه ليلا يعني بروح يسعى يبحث يسعى بمعنى يبحث عن طعامه بالليل لأنه يخاف وهو سريع الهرب إذا سمع صوت بسرعة بيركد ولهذا لا يجد الصيادونه إلا نصب المصائد سبيلاً للوصول إليه كيف بدهم يحصلوا عليه؟ أطول بنصب المصائد ما معنى نصب المصائد؟ نصب بمعنى وضع نصب بمعنى وضع ما هي المصائد؟ المصائد طبعاً هي جمع تكسير مفردها مصيضة وهي أداء للصيد أداء لصيد الغزلان طبعاً هاي هي سبيلاً للوصول إليه يعني هذه هي الطريقة الوحيدة إنهم يعملون له مصيضة وينصبوا له إياها ويوضعوها وهو أثناء السعي ويبحث عن الطعام يوقع في هذه المصيضة وبيصطادوها هذا هي الطريقة الوحيدة لأنه أصلاً سريع الهرب وبخاف كتير عشان هي هاي الطريقة الوحيدة لأن يحصلوا عليه يتجمعوا طبعاً هنا إحنا ذكرنا فكرتين مرينا عن فقرتين يعني ذكرنا فكرتين خلينا نكتب أول إش الأفكار اللي هو بيان بيان أول فكرة الفكرة الأولى هي بيان طيب المسك اللي هو عطر المسك وذكره في القرآن الكريم والفكرة الثانية هي إنتاج المسك إنتاج المسك من غزال محدد من غزال محدد وليس كل الغزلان تنتج المسك ملترجم لك ملترجم لك ملترجم لك